موسيقى موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العراد اليوم الجمعة إلى المحافظة عقب عودته من جولة خارجية وقالت مصادر رسمية إن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وعددا من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والسياسية كانوا في مقدمة المستقبلين تجددت مواجهات محدودة شمال محافظة الضالع عقب محاولة تسلل لميليشيا الحوث الإرهابية مصدر ميداني قال ليمن شباب إن وحدات مشتركة من الجيش والمقاومة تصدت لعمليتي تسلل فاشلتين للميليشيا في قطاع غلق وحبيل العبدي ووفق المصدر فإن العناصر المتسللة تلقت خسائر في الأرواح في تلك المواجهات فيما أصيب أحد مقاتلي الجيش قتل ضابط في محور عتق بمحافظة شبوى أمس الخميس برصاص مسلحين ينتمون لقبيلته بسبب قضية ثأر قبلي وقالت مصادر محلية إن الضابط عبد العزيز بن قائد العولقي قتل أثناء شجار على خلفية قضايا قديمة في منطقة المصينعة شرق مدينة عتق يواصل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق برنامج المساعدات الغذائية في عدد من مناطق محافظة تعز وأفاد البرنامج في تقرير أن أنشطته مستمرة في المناطق الأخرى للمحافظة التي يغطيها المكتب الميداني في المخى المدينة الساحلية في تعز تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة ثلج ما يضاعف معاناة المواطنين بعد أن كان ملاذهم في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة وقال عدد من الأهالي أن سعر الثلج ارتفع إلى الضعف مضيفين أن معظم الأسر لم تعد قادرة على شراء الثلج في ظل انقطاع طويل للتيار الكهربائي خلال اليوم وحرارة شديدة تشهدها المدينة طوال فصل الصيف دمتم وأدام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة